أنا أعمل كمدرسة في الجامعة وعالم باحثة في الإسلام ومقارنة الأديان هل يمكن أن أعرف اسمك؟ اسمي لينيما أنا أحترم علمك الكبير يا دكتور ولكن لدي توضيح صغير مثلا دعنا نرجع لبهافيش بيغانا الجزء الثلاثة الباب الثالث الفصل الثالث والآيات من خمسة إلى تمانية قبل الذهاب لهذا أود فقط أن أذكر غبما تكون تعلم ذلك أن كل نبي يأتي باسم الله سيحقق النبوآت التي أعطيت له لذا أي نبي يحقق نصف هذه النبوآت فقط هو غير مؤهل أن يكون نبيا فهذا شيء منطقي بسيط الآن نعود لبهافيشو بيغانا أنت تحدثت عن قائد الماليتشا وتقول إنه هو محمد حسنا أنا أقبل النصف الأول مما قلتي من الآيات والنصوص الهندوسية ولكن النصف الآخر ما زال متجاهلا سيدي دعني أوضح لك معنى كلمة ماليتشا فهي مأخوذة من القاموس السنسكريت ومعناها المزنب أو الشوير هذه معاني ثلاثة مختلفة لكلمة ماليتشا لذا طبقا لهذا هل يمكن لمحمد أن يكون مزنبا أو شخصا شويرا؟ الجزء الثاني هو أن الشرط الثاني لنبؤته أنه سيأتي في مارو مارو واستال وفي السنسكريتية تعني أرض الموت لأن مارو مشتق من قلمة مارو السنسكريتية وتعني الموت وهي بالتأكيد لا تشير إلى أرض العرب لأنها تعني أرضا قاحلة أو أرض المعركة وبعد ذلك تأتي للنقطة الثالثة هذه النبؤات تذكر أيضا أن قائد تلك الماليتشا سيقوم بالاستحمام في آل بانشا جافيا ونهر الجانجيش ومن المعروف بيننا أن آل جانجيس هو نهر الجانج وهو ليس في أرض العرب بل هو في الهند إنها حقيقة كونية وبالنسبة لجزء الاستحمام في بانشا جافيا معنى كلمة بانشا جافيا هي خمس منتجات البقر ومنتجات البقرة هي الحليب والقشطة والسمنة والبولة وبغاذ البقر والآن يا سيدي هذا الجزء بالتحديد يجب أن يحقق محمد نبوآته فإذا أريتني على الأقل اقتباسا واحدا من القرآن مذكور فيه أن محمد القام بالاستحمام في كل هذه المنتجات الخمسة وهي اللبن والقشطة والسمن والبولة وبغاذ البقر فأنا مستعدة حينئذ لأدخل في الإسلام لأن الآن وشكرا لك يا سيدي تقول أختنا إنه إذ لم يحقق النبي أكثر من نسب النبوآت فهو ليس بالنبي وهذا صحيح أنا أتفق معك يا أختي أتفق معك وسأجيب على أسئلتك الثلاثة والنرى إذا كنت ستدخلين الإسلام اليوم أم لا هذا شيء آخر مختلف عن عدم تقبل الحقيقة سوف أتحدث إليك أنا أتفق معك ماليتشا أتفق مع كل الثلاثة معانا التي طرحتها أحد معاني ماليتشا هو الأدنبي وأحد المعاني المذنب والمعنى الأخير الشخص الشرير لهذا السبب يطلق الهندوس على المسلمين اسم ماليتشا عندما يقولونه فهم يعني يعني أن يقولوا مزنبين وأشعر لكن هناك معنى آخر وهو شخص أجنبي دائما في كلامي عندما أقتبس من أي نص مقدس أثناء الاقتباس والترجمة ليس من الضروري إنه إذا كانت للكلمة أربع معاني أن يكون أكثر من إثنين منهما صحيحين إذا كان واحد فقط صحيح فالمعنى سليم وكمثال فالقرآن يقول أن لا تأكل لحم الخنزير اليوم إذا فتحنا القموز سنجد أن أحد المعاني الدارجة لكلمة خنزير هو ضابط الشرطة إذا أحد المعاني خنزير والآخر ضابط شرطة ففي الطبيعي عندما يذكر في القرآن والإنجيل يقول الكتاب المقدس في سفر الأوابين الإصحاح 11 الآيات من 7 إلى 8 وفي سفر التسنيع الإصحاح 14 الآيات 8 وصفر أشعياء الإصحاح 65 الآية من 2 إلى 5 عندما يقول لا تأكل لحم الخنزير فهذا لا يعني لا تأكل ضابط الشرطة وبما أنك طالبة في مقارنة الأديان إذا كانت هناك عشرة معاني وحتى إن كان واحد فقط هو الصحيح فينبغي أن نختاره وبما يكون معنيين صحيحين أو ثلاثة أو حتى العشرة معاني كله لكن حتى إذا كان معنى واحد هو الصحيح من بين العشرة فإنه يحقق النبوء فأنا أتفق معك يا أختي أن ماليتشا تعني ليس هنديا أو شخصا أجنبي بالنسبة للهنود وقد ذكرت أثناء حديثي أن ماليتشا تعني أجنبي أما الآن أنت تريدين أن تسلك الطريق الخطأ وتقولين أن ماليتشا هنا تعني الشخص الشرير هذا هو شوءا فهمي يا أختي إذا قلت أن الإنجيل والقرآن يقولون لا تأكل ضابط الشرطة فهذا يعني إنك لست تلميزة في مقارنة الأديان بل أنت مبتدئة إذا كان أحد المعاني يحقق النبوة شيء آخر إذا كان هناك شك فإنه فأنا ذكرت عشرة نقاط كلها ولا يمكن إنكارها المعنى الثاني الذي ذكرتي لمعروستون أتفق مع أحد المعاني لأن مارو تعني الموتى لكن هناك معنى آخر مع غسطا بالسينسيكوريتية وهو الطريق الرملي ابحثي عليه في القاموس وعندما تعودين للمنزل اليوم ويوجد لدينا أيضا في منطقة البحث الإسلامي قاموسا للسينسيكوريتية يا أختي أنا طالف في مقارنة الأديان وأتفق أن هناك معنى وهو أرض الموت وهناك آخر وهو الطريق الرملي إذن لماذا تختارين المعنى الخطأ؟ هذا يعني إنك تخرجين عن الطريق إذا رأيت الأمر في المغمل فإن كل النقاط الأخرى التي ذكرتها صحيحة مئة بالمئة فهنا أيضا يجب أن نختار المعنى المناسب واحد معاني مارستل هو الطريق الرملي أو صحراء وبالنسبة لسؤالك الثالث ومن ثم تدخلين الإسلام إن شاء الله ثلث سؤال هو إنني ذكرت في النبوة النبوة أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد استحمى استحمى في آل بن شجارف في نهر الجانج وهنا نحلل الكلام وفقا للمصطلحات الهندوسية فعندما نقول استحمى في بن شجارف في نهر الجانج عذا يقصد به التطهر قد يعني ذلك أن يغمر الشخص قسده في نهر الجانج ولا أتوقع أن يكون النبي جاء وغمر قسده في نهر الجانج بل ذلك يقصد به التطهر لم أذكر هذا التفسير في المحاضرة لأن المحاضرة كانت طويلة جدا يمكنني التحدث عن هذا الموضوع ليوم بأكمله أنا لم أعطي التفاصيل كاملة عن كل شيء حيث يمكنني التحدث عن كل نبوة عدة دقائك أكثر قد تصل في المجمل لساعات طويلة في الاستحمام في الآل بن شجارف هنا معناه التطهر لذا تقلل صياك فإن هذا لا يعني المشاركة الجسمانية وحتى لو استحممت جسديا في آل بن شجارف في نهر الجانج لذا عندما نقول النبوة أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد استحمى في آل بن شجارف فهذا لا يعني أنه أتى هنا لنهر الجانج بل تعني أن الله تعالى قد طهره ونحن نؤمن أن كل أنبياء الله كلون